اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو الساق من غير الارتطام مباشر الا في حالات الهاشاشة طبعا ايه هي الاصابات المحتملها الارتطام بسطح صلب الارتطام بخسم الارتطام بقالة او بمعدة الارتطام المباشر اللي قوته تزين عن جهد تحمل العضلة والعضم لهذا الضغط فتتكسر او تتشرخ في علاقة نسبية ما بين كفاءة العضم وقوة الخبط فالعضم اللي كفاءته علي ممكن ياخد يتلقى خبطة جمدة جدا وما يكسر وعلى العكس العضم اللي كفاءته ضعيفة كفاءته ضعيفة يعني ايه يعني ترسيب المعادن في النسيج العضمي اقل من المفروض اللي هو الهاشاشة وما شابه ذلك يبقى انا النهاردة لو العضم قوي الخبطة هتعمل كدمة في الانسجة الرخوة وما توصلش للعضم لكن لو العضم ضعيف هيحصل لتنين معض الاصابات دي مشكلتها لما بتحسب وبيبقى عندي شرخ او كسر في العضم اللي بتشيل الوزن هنا عندنا مشكلة جمدة جدا لابد من التثبيت ولمدة افتصل لتلت شهور علشان ادي فرصة لان العضم يعيد بناء الجزء اللي تكسر ودي قضايا ربنا خليها سبحانه من غير ما ندخل احنا كل المطلوب مننا ان احنا نخلي الطرفين المكسورين قدام بعض مزبوطين ده كل دولة ونتركهم يقوم الانسجة تقوم بالدور الباقي العضمة الصغيرة اللي هي الشازية اللي هي مفروض انها مش شايلة الوزن انت تقدر تمشي وهي مكسورة تقدر تشيل نفسك لكن المشكلة ان الوظيفة تختلن في عضلات كتير مسكافية مع وجود الام نتيجة حركته على بعض وللأسف ان دي مش ممكن اصلحها بنجاح بدون جراحة يبقى انا كسر عضمة الشازية لابد من تدخل الجراحي كلما كان مبكر كلما كان افضل ونشوف بقى ايه الاسباب اللي احنا كنا بنكلم فيها دلوقتي هل اسباب ان العضم ضعيف ولا الاسباب ان الاصابة كانت قوية الاصابة كانت قوية ما عندناش مشكلة العلاج حيؤدي لحاودة كلها وصحيف زي ما هي انما لو كان الاسباب ان العضم ضعيف لابد من تناول الموضوع من وجهة النظر دي من خلال توفير المواد الغذائية اللي مسؤولة عن اعادة البناء فيتامينات واملاح وبروتينات من غير دول الجسم مقدرش يبني ومقدرش يقوى يبقى انا النهاردة اذا حصل كده لازم اتحقق هو ده سبب واصابة جامدة ولا سبب وهشاشة ان اللي سبب وهشاشة جايز ما قدرش اعمل له عملية اللي عملية بتبقى شريحة ومصمية فمش هيلاقي عضم يمسك فيه هتبقى الدنيا بايشة فكل ما ييجي يعمل كده هيكسر بانا لازم اعيد النظر في ما اتناوله من غذاء علشان اسمح لهذه الاجزاء انها تتحمل الاصابات او تتحمل العلاج عفوا ابقى فكرة اصابات السق مرتبطة بالدرجة الاولى باصابة قوية مباشرة او بحشاشة نتيجة سوق تغذية الاعلاج كان معتاد في اي اصابة اذا ظهر وراء مباشر مفاجئ انا عندي يا شرخ يا كسر صورة اشعة عشان احدد فاذا كان فيه كسر اصبح فيه تثبيت يعني جبس اذا كان في الشازية غالبا ما بيحتاج جراحة شريحة ومصمير مع مراجعة العناصر الغذائية اللازمة لاعادة البناء العناصر الغذائية اللازمة في هذه الحالات بتبتدي بفيتامين ده للمسؤولها عن امتصاص الكالسيوم والمعادن وبتبتدي بوجود المعادن نفسها الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفرس لا بد من توفر كل المعادن ما هياش عنصر واحد وهي كلها موجودة في الاكل بسي المشكلة في الامتصاص مع توفر فيتامين كافة 2 فيتامين كافة 2 ده حديث العهد بالمارسة عمره عشر سنين اقل او اكتر شوية ما كانش معروف اثر المباشر ده وما كانش حد متنبه لانه كان موجود في غذائنا الطبيعي قبل كده من الحاجات الغنية جدا بفيتامين كافة 2 الكرات اللي بعض الناس المعارضة مش عارفاه مش عارفة ان فيه نبات اسم الكرات احنا كنا بنكله بيحتوي على نسبة كويسة من فيتامين كافة 2 حزمة يوميا تؤدي لانه يقوم بوظيفته الاساسية وهي كناقل للمعادن من مجرى الدم الى العظم والاضافر والانسجة اللي محتاجة للهزين معدن يبقى العلاج لابد انه يتوافق كله مع بعضه في وقت واحد من خلال توفير البروتينات والمعادن والفيتامينات المسؤولة على الامتصاص والنقل غير كده ممكن الكسر اللي احنا عملينه مصامية ده بدلا ما يعد ترتوش ويعد ستة بدلا ما يلتقم يرفض الالتقام لانه المكونات اللي هتستخدم لاعادة البناء مش موجودة ده مسألة مهمة جدا بالنسبة لاطفال الصغارين بالنسبة للشباب بالنسبة للكبار بالنسبة للشيوخ بالنسبة للكل لابد من مراعاة توافر كل العناصر الغذائية في وجباتنا لان غير كده احنا معرضين احنا بنقدرش نملع قدر لكن نقدر نحتاط نعمل اجراءات وقائية تمنع ان اي خطة صغيرة تصدن بعد الجبس بيحصل تيبس في المفاصل هنا لابد من دخول العلاج الطبيعي والتأهيل لاستعادة مرونة المفاصل مرة اخرى والاستعادة مرونة الاربطة مرة اخرى وإلا حب انا صلحت عظم وافسدت وظيفة والتأخير في هذا العلاج قد يؤدي الى عدم عودة الوظيفة مرة اخرى لان المفصل يتيبس فيتكلس فيصبح عظمة واحدة بدل ما كان مفصل بالتاني ويتفرد دي الاجراءات الضرورية وقت الاصابة الاسباب والوقاية والتخزين ان شاء الله نشوفكم الحلقة القادمة في صحابات الفخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة